عايزين بقى نروح للموضوع تاني برضو بصراحة من المواضيع المهمة جدا جدا واللي احنا لازم نلقي الدوق عليها ونحط تحتها مليون خط ونقفلها ووقفة كده ونشوف بالزبط ايه اللي بيحصل وهو الطفرة الانشائية المستمرة داخل نادي الزمالك حان ده بيحصل من سنوات والحد دلوقتي دايما تلاقي فيه استكمال لهذه الانشاءات حان محدش يقدر ينكر تماما تماما انجازات مجلس دارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور واللي على رأسيها فعلا بيحصل طفرة انشائية غير مسبوقة حصلت داخل نادي الزمالك على مدار السنوات الاخيرة طيب احنا لو اتكلمنا عن ايه الانشاءات دي فبصراحة يعني حدث ولا حرج بارح بس بارح بس المستشار مرتضى منصور افتتح صالة الالعاب الرياضية الخاصة بيه السيدات وده بعد ما يزودوها باحدث الاجهزة وفقا للمواصفات العالمية حقيقة ان مش اي جم تقدر تدخل فيه تتمرن وتحس انك انت هتخرج منه مثلا بعد فترة قادر انك انت تعمل يعني تلعب رياضة كويسة لازم يبقى الجم ده جواه معدات كويسة تعرف تتمرن عليها فكرة ان احنا نبقى فيه جم باحدث التقنيات العالمية للسيدات فده بحقيقة شيء يحسب جدا 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 لمجلس الادارة بارح كمان تم افتتاح حمام سباحة كبير واللي حمل اسم المستشار الراحل جلال ابراهيم حاليا ان دي لفتة وفاء عمرها ما كانت جديدة ابدا 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 على مجلس ادارة نادي الزمالك او على نادي الزمالك تم كمان افتتاح الحمام الولمبي وده بعد تجديده بالكامل وركزوا معايا في النقطة دي لانه حمل اسم اللواء عبدالعزيز قبيل وهو احد اهم نجوم الزمالك فيه الخمسينيات وهو نائب رئيس النادي الاسبق كمان هو شارك فيه حرب اكتوبر المجيدة وكان قائد الفرقة الرابعة المدرعة والمكلفة به تأمين المشايا خلال الحرب لو تفتكروا لو تفتكروا معرفش تفتكروا لا ولكن في شعر مايو كان برضو حصل افتتاحات ومش اول مايو لا وكان في اخر مايو كان لسه من قريب اكتر تم افتاح اكتر من حديقة داخل النادي وغيرها كمان من المنشآت الجديدة وده اللي كنت بحكي لكم عليه ان احنا فعلا كل مرة كل مرة هتروح تزور فيها نادي الزمالك لا هتلاقي فيه افتتاحات هتلاقي فيه انشآت هتلاقي فيه تطور هتلاقي فيه بنسمع لي الاعضاء النادي بنفهم بالضبط هم عايزين ايه وبالتالي مجلس الادارة يعني سرعان ما بيتحرك وبيتم فعلا انشآت جديدة وافتتاحات جديدة وتطوير جديد وده يخلينا نقول ان احنا عندنا امل كبير جدا ان الفترة الجاية كمان هيكون فيه منشآت جديدة داخل النادي وده كله عشان تستمر هذه الطفرة الانشائية لارضاء كل اعضاء نادي الزمالك